موسيقى هاي صلاح بنتي اللي كانت بتحارب فيه الصهاينة الصهاينة هذا هو الاسلاح وهاي زخائر الاسلاح تبعت هاي زخائر الاسلاح تبعت بنتي وهذا تعرف بنتي إذا كانت إرهابية ولا مش إرهابية بنتي الحمد لله هم الإرهابيين هم اللي بيقولوا حقوق الإنسان ما خلوا عنا حق وين حقوق الإنسان؟ وين؟ حتى البلط هذا مش فاعلها عندهم حسبي الله ونعم الوكيل وين حقوق الإنسان؟ وين حقب بنتي؟ وين؟ المسعفة رزان النجار عمري عشرين سنة في الأول يوم كان بالنسبة لي أصعب يوم اتعرضت إلى ثلاث مرات اختناق بالغاز لطلق ناري في الظهر ورفيقتي الممرضة إلى طلق ناري في اليد والزميل برضو طلق صوت في الأذن كان الحمد لله الله لطف وقدر كانت الرصاصة جاياني بس الحمد لله مشيت ومبارح برضو اتعرضت الغاز بس اجت فيني بس الحمد لله الساعة أغم علي بس شفت حالي بالإسعاف انزلت انجنيت لأنه أنا جاي أكمل مشواري ومسيرتي ما بدي أروح أتعالج لا أنا جاي أعالج مش أتعالج بكل فخر وكل اعتزاز أنا حابة أكمل لآخر يوم قلت استشهد دقيقة قلت صوت دقيقة بحكي لها يا رزالة الوضع صعب 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 مدام ترجع يطعي ورعا اللي بقول لي ايش يعني خايف من الموت الموت واحد ما تراجعت إذا المسعفت كتير وأنقذت كتير وعلمت كتير إن هي كانت أول مسعفة كانت القطاع كل على مستوى القطاع كانت هي رزالة أول مسعفة ميدانة وصلوا رسالتنا للعالم خليكوا يا عرب نايمين خليكوا نايمين لسه لما نخلص واحد واحد وانتوا قاعدين زكتين انتوا دعتوا اليهود فرصة انهم يعملوا فينا هيك انتوا بسكوبكم لازم تتحركوا لازم تجوموا وتشوفوا تشوفوا الظلم اللي بجاء على الشعب الفلسطيني اشتركوا في القناة